موسيقى أرحى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تدرس تبني ما سماه مفهوم واشنطن للضربة الاستباقية موضحا أن الولايات المتحدة طورت مفهوم الضربة الوقائية كما تعمل على تطوير نظام ضربات يهدف إلى نزع سلاح العدو وأوضح بوتين أن على روسيا تبني تلك الأفكار التي طورها الأمريكيون لضمان أمنهم وشدد الرئيس الروسي على أن سوريخ بلاده وأنظمتها التي تفوق سرعة الصوت أكثر حداثة بل وأكثر كفاءة من تلك التي تمتلكها الولايات المتحدة لفتا إلى أن موسكو لن تستخدم سلاحا نوويا إلا ردا على هجوم من هذا النوع شدد رئيس مجلس الدومة الروسي فياتيش سيسلاف فولودين على ضرورة الدفع ألمانيا وفرنسا تعويضات لسكان دونباس بعد اعتراف المستشارة الألمانية السابقة أنجلا ميركل بأن تفقيقية منسك منحت أوكرانيا الوقت للاستعداد لمواجهة عسكرية مع روسيا وأضاف فولودين أن اعتراف ميركل يلقي بالمسؤولية الأخلاقية والمادية للتطورات في أوكرانيا على عاطق ألمانيا وفرنسا ويعكس فضائع التزوير والمكائد والتلاعب بالحقوق التي يعتمدها الغرب على حد تعبيره من جانبه قال المستشار الألماني أولف شولتس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم على السيطرة على أجزاء من أوكرانيا لكن لا يزال من المهم ابقاء بعض قنوات الاتصالات معه مفتوحة حتى انتهي الأزمة ودفت شولتس أنه لم يتضح عدد جنود الروس الذين قتلوا حتى الآن في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لكن العدد ربما يصل إلى مئات ألف عزز حلف النيتو من قدراته الجوية للمراقبة على سواحل البحر الأسود المقابلة لروسيا حيث رشرت أقوات الفرنسية نظام دفاع جوي المتوسط المدى في دولة رومانيا وتتولى القوات الإيطالية الإشراف عليه وقال مسؤول عسكري أن نظام دفاع الجوي مخصص للمراقبة وتزويد القيادة الرئيسية للحلف بكل الملاحظات والتطورات بالإضافة إلى أنه مصمم لمواجهة صواريخ كروز ويمكن التعامل مع تهديدات متعددة من خلال قدراته على الإطلاق المتعدد مشيرا إلى أن الحلف ملتزم بتعهداته لتقديم الدعم الأوكراني في مواجهة التهديد الروسي على حد تعبيره